قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بن يمين نتنياهو أن إسرائيل ستتعامل بقصوة مع كل من تورط في عملية الطعن التي أصفرت عن مقتل شخصين في حلولنا ونقلت صحيفة دعوت أحرانوت الإسرائيلي عن نتنياهو قوله أن إسرائيل ستجعل أي شخص تورط في الهجوم يدفع الثمن من جهة أخرى قال نتنياهو أن إسرائيل تخوض حربا متعددة الجهات الضائران مستعدون لكل السيناريوهات الدفاعية والهجومية مشيرا إلى أن حماس هي من تمنع التوصل إلى صفقة لإعادة المحتجزين برفضها الخطوط العريضة